أطلق متطوعون في لواء الكورة في محافظة إربد مبادرة لترميم وبناء منازل للأسر الأشد فقراً وعوزاً بدعم من سكان المنطقة المقتدرين تكافلهم يأويهم مبادرة أطلقت في لواء الكورة بمحافظة إربد بهدف بناء وترميم منازل الأسر العفيفة نحن كأبناء المنطقة أدرى باحتياجات المنطقة وأدرى بطبيعة المادية للسكان فلمسنا من خلال تواصلنا المباشر مع المجتمع المحلي في منطقة الإختصاص بأن هناك عائلات مستورة تفتقر إلى المسكن وفي عائلات أيضاً لا تمتلك المسكن الملائب أو المناسب للمعيشة لذلك تضافرت الجهود بالتعاون مع جمعية السنابل الذهبية والخيرين في المنطقة أيضاً وبإضافة لرجال الأعمال المبادرة التي أطلقتها جمعية السنابل الذهبية جاءت بجهد الأهالي في اللواء بعد إعداد قاعدة بيانات للأسر التي لا تمتلك مأوى أو تلك التي تمتلك مسكناً غير صالحاً للإقامة حيث يتم جمع التبرعات ثم البناء أو الترميم بشكل تطوعي ومجاني المبادرة تنقسم إلى جزئين هما البناء والترميم إلا أن عدم توفر الدعم الكافي يدفع القائمين عليها إلى مساعدة الأسر الأكثر حاجةً رغم ضعف التمويل وعدم التفات أي جهة رسمية للمبادرة إلا أن فريق مبادرون وكوادر الجمعية يعملون بكافة إمكانياتهم لمساعدة المعوزين واستطاع الترميم 300 منزل وبناء خمسة خلال السنوات الثلاث الماضية